تحية طيبة للجميع مشاهدنا لفضل وهنا بكم إلى عدد جديد متجدد من برنامجكم على الهواء مباشرة من قناة الحياة الجزائرية لمعالجة القضايا المتعلقة برأي العام وما يدور بالمشهد السياسي في سيدة الجزائر بعد حركة 22 فبراير 2019 تغيرت الكثير من المفاهيم والموازين في السحة السياسية اختفت أحزاب وظهرت أحزاب أخرى وبعض الأحزاب السياسية بدأت تتفاعل بشكل رسمي وكبير طبعا مع مسودة قانون الانتخابات العضوي في المقابل هناك بعض الأحزاب السياسية التي رفضت حتى مناقشة هذه المسودة باعتبار أن هذه المسودة منذ البداية كانت تسير في الطريق الخاطئ سنناقش اليوم موضوع طبعا هذا المسودة وسنناقش أيضا أزمة الثقة بين الحاكم والمحكومة رئيس الحكومة طبعا عبد العزيز جراد ليلة أمس قال بأن استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم تكون بأشرف فيها والنزاهة ولكن للأسف هذه الحلقة مفقودة لدى الشعب الجزائري اليوم نتأسف بشاهدين الأكارم على أنه الشعب الجزائري لم يثق بعد في السلطة وما هي الأليات ما هي الاستراتيجية اليوم لإعادة هذه الحلقة المفقودة يسعدني أنا أستضيف ضيفي كمال بن سالم رئيس حزب التجديد المسال الخير سيدي مرحبا بك أهلا سي عمار شكرا على استضافة نعم هذه ثالث مرة بقناة الحياة الجزائرية عدة مرات عدة مرات يلا شاء الله ما تكونش آخر مرة سيكمال بن سالم نعود نقول لي ومعاك إلى مسودة طبعا الدستور كيف تقيمون هذه المسودة مبدئيا؟ نشوف احنا عوضي بن نامشة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين احنا يعني أول حاجة يعني نثمنوها هي طبعا اليوم أول مرة تشرك الأحزاب السياسية في مناقشة قانون الانتخابات يعني شوفنا في العديد من المرات يعني عدل قانون الانتخابات ولكن لم تشرك الأحزاب في إثرائه أو في المشاركة في تعديل هذه حاجة مليحة نثمنوها هذه أولا رئيس الجمهورية هو اللي اعطى الأمر طبعا بإرسال هذه النسخة إلى كل الأحزاب السياسية بدون استثناء من أجل مناقشتها اليوم رئيس الجمهورية يريد أن يطالع فعلا على أراء الأحزاب من أجل أنه يخرج بقانون يرضي الجميع وينجح الاستحقاقات أو الاستحقاقات تحت يعني إشراف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون نعم وفي الجزائر الجديدة وفي الجزائر الجديدة بالطبع ولكن طبعا تبقى مسودة هذه المسودة قابلة للتعديل قابلة لأن تأخذ يعني اقتراحات الأحزاب السياسية بعين الاحتبار والمناقشة التاحة وكذلك حتى تدخلات طبعا عبر وسائل الإعلام طبعا البلاطوها التاع الحياة يعني استضافت على العديد من الشخصيات السياسية من أجل يعني اليوم القانون شيء والواقع شيء اليوم الأحزاب السياسية تمارس منذ عشرة سنين يعني تعرف مليح الواقع في الميدان المواطن كيف يخمم العقابات الصعوبات التي تلقاتها فاليوم تطبيق القانون لا بد أنه ما يكونش نظري لا بد أنه يستعين بالخبرة بالعقابات التي تلقاتها الأحزاب ولا بد أنه تأخذ آراء الأحزاب بعين الاحتبار نعم ما هي الأشياء السلبية الموجودة في هذه المسودة وعن بالنسبة لحزب التجديد الجزائري ما هي النقاط التي وقفتم عندها ما هي أهم الاقتراحات التي قدمتمها أو ستقدمونها غدا لأحمد العربة غدا؟ غدا إن شاء الله أو اليوم بعد الزوال أو غدا يعني غدا هو آخر أجل لإيداع هذه الاقتراحات نحن طبعا ربما نقطة سوداء في هذه المسودة لا نقول لش القانون لنتمنى من كل قلوبنا على أنه رئيس الجمهورية استجيب لها وإحنا كنا كلمنا رئيس الجمهورية يعني من جمعة من الأحزاب أنا شخصيا كلمت مباشرة يعني كلمنا رئيس الجمهورية بهذه النسبة وإحنا اليوم كل الاقتراحات نوجهها مباشرة رئيس الجمهورية ما هي النقطة التي لاحظنا بعض التدخلات ما هي النقطة التي أثرت جدس كامل بن سالم التي لا تريدونها في هذا القانون لا نكمل لك هذا النقطة مهمة يعني أنه لاحظنا محاولة تدخل بعض الأطراف من أذج التأثير على رئيس الجمهورية أطراف التي تابعة الجهات معينة أو كانت تابعة وعندها استفادت من الحلاء السابق ما تقصدني هذه الجهات يا كامل بن سالم لا هيها مش معروفة معروفة من هذه الجهات؟ من هذه الجهات؟ من هذه الوكارت سوطة؟ يكاين حتى أحزاب ولكن رئيس الجمهورية قال لك ما فيش حتى أحزاب الآن رأي موالية للسلطة على أكس النظام البتفلية السابق التي كانت هناك أحزاب الموالات أو أحزاب الشياتة أو أحزاب التطبيل كما يسمونها لا لا أنا أقول لك أنا أحب أن أقول كيف يؤثرون على التأثير يعني يحاولوا أنه يبرهنوا على أنه بعض النقاط السلبية التي رفضناها هنا مثلا مثلا قضية ربعة بالمياة نحن لا نقول الأحزاب فقط رغم أنه بعض الأحزاب أننا نحييها من هذا البلاتو مثلا حزب جبهة التحرير التصريح تعالى الأمين العامل حزب التحرير الوطني يعني كان إيجابي الأكبران السبع جي نعم نحظف أربعة بالمئة أحاول أنه ركوب للموجة في هذا التصريح من أجل استمالة وستطعف الأحزاب الفتية أو كما يسمونها الأحزاب المهجرية لا معلية شوف شوف أنا ما دم تصريح أنت عاو إيجابي نحيي النواية عدم الله بغض الناظر على الخلفيات هذا التصريح بغض الناظر على الخلفيات نعم أنه لما يكون التصريح إيجابي نحيي نعم بالنسبة لقضية أربعة بالمئة التي أثرت جدلا واسعا لدى طبقة السياسية أو حتى نسلح المجتمع المدني أو القوائم الأحرار الأربعة بالمئة أثرت جدلا كبيرا لماذا تتخوفون أنتم كحزب سياسي؟ ها؟ نعم نحن تتخوف ها؟ ما تستطعوش أنكم تثبتون أنفسكم وتجمعوا التوقيعات؟ نعم نعم هذه الربعة بالمئة لم تتخوفوا اليوم هذه ندارت في 2008 نعم نحن أنا شخصيا ترأس الحزب في 2007 وهي كنا الحزب على مستوى 48 ولاية مستوى 1541 بلدية نعم نعم ولكن وين المشكلة اليوم سير بن سالم؟ أين المشكلة هنا؟ أنتم كحزب اليوم التجديد الجزائري لا تقدروا تجمعوا التوقيعات؟ نعم شوف من حيث المبدأ مرفوضة يعني كيف اليوم أحزاب سياسية محتمدة يعني تنشط عندها هياكل المفروض أنه تكون يعني المساواة ما بين كل الأحزاب تطبيق مبدأ المساواة اليوم تجي يعني نسبة يعني جات هكذا دون يعني سابق إنذار وكأنها يعني شافت زخم يعني في الساحة السياسية أحزاب قدمت قوائم ومترشحين يقدروا نفسه يعني كل الأحزاب أداو رؤسة بلديات أداو مقاعد مهمة في البرلمان صب أبدأ الزحف انتاحهم يعني استحقاق بعد استخدقاق بدأت هذه الأحزاب تبرهن على قدرتها وعلى يعني الشعبية تاحف الميدان فوضع هذا القانون من أجل الحد من تطور هذه الأحزاب من أجل أنها أنا ترى من ناحية أخرى سيكمال بن سالم أن وضع قاعدة أو ربعة بالمئة هذه هي من أجل الحد من تميئة سياسي هذا تميئة سياسي لماذا لما ينحيوها من هبه هذا بيقوم بعمل الترشح ما تشوفهش هكذا؟ إذن علىها نحتمد الأحزاب على نقول التعددية على نقول الديمقراطية نعم ولكن الديمقراطية مدام أن الأحزاب سياسية هذه وهما منحوكم الاعتماد وأنتم ما راكم تشوفوا فيكم باللي راكم ذو كفاء والشعب راها قابلكم راكم تقولوا يعني تقدروا تثبتوا هذا الشيء بجمع التوقيعات يا أخي مدام أنه هذ الحزاب راكم تقولوا باللي مرفوضة نعم شوف شوف أولا كل الشعب الجزائري والشعب الجزائري هذا اللي استاقاد واللي كفر بالعملية الانتخابية والممارسة الديمقراطية وحتى تأدية الواجب انتاحه أثناء الانتخاب هذا عنده أسبابه أسبابه بينه والنظام البوتفليقي السابق الذي عامل على أنه عزف يعزفهم يخليهم دايما كما قلت هذا من خلال برامج ومن خلال فلطوهات متعددة من خلال هذا يخليهم ناتين بشكرة الحليب والخبز يسين كلاسهم سيسا الخبلة شوف ماذا قدمت هذه الأحزاب السياسية لك تتكلم عليها لا نتكلمه بصفحة ما نتكلمش على أحزاب ونخليه أحزاب لأنه الساحل السياسي يضم من جمعة كبيرة من الأحزاب لازم نتكلمه على كل الأحزاب ماذا تقصد الأحزاب تقصد دكاكين سياسية سميها ما شاءت احنا إذا كان دكاكين سياسية أو لجان مساندة إذا كان دكاكين سياسية أو لجان مساندة وانت محق فبأي حق اليوم توضع شرط تقصي بها أحزاب وهذه الدكاكين سياسية ولجان مساندة يعني تخلي الهاتف سحة فارغة بدون منافسة يعني كيف تكون تداولع السلطة اليوم الشعب مستقيل الشعب لا يريد أن يمضي لا يحبش يدير تسكيات لا يروحش يشارك في الحياة السياسية لماذا ولكن تفقد الثقة اليوم لما شباب شباب متخرج من الجامعة أو شباب يحب يجي يترشح في حزب التجديد الجزائري ولما وما يروحش الأحزاب أخرى ومن بعد يقول له روح أجمع التوقيعات إذن هنا رك قصيته رك درت له شرط وراك ميزته على بقية الأحزاب هذه عملية إقصائية تمييزية ما يقبلهاش الجزائري ما تقبلهاش الأحزاب السياسية هذه عملية محبيطة هذه من بين الأشياء هل لدينا أحزاب سياسية في الجزائر هل لدينا أحزاب سياسية بالشكل الذي موجود في دول الجوار إذا ما كانش أحزاب سياسي أحزاب سياسية ضعيفة أو كل المنظومة كانت نعم لماذا الأحزاب سياسية ضعيفة لأننا عشنا عشرين سنة في الفساد ليس فساد سياسي فقط فساد سياسي اقتصادي اجتماعي لكل النواحي فبالمحصلة يعني الأحزاب السياسية جزء من المجتمع اليوم احنا لما جاء رئيس الجمهورية دار التشخيص على أنه اليوم فقدان الثقة مؤسسات ما يشتلعب الدورة مؤسسات ضعيفة مؤسسات غير تمثيلية غير منبثقة من الإرادة الشعبية اليوم بانصلح هذا الأمور احنا اليوم على رأينا نعليه في صوتنا اليوم فرصة تاريخية الجزائد اليوم اول مرة انتخبنا رئيس جمهورية بطريقة شفافة وديمقراطية اليوم رئيس الجمهورية هذا يريد بناء مؤسسات يريد اشراك الشباب نعم ولكن هل بناء المؤسسات بنفس الوجوه سي كامال بن سالم بنفس الأحزاب التي كانت تساند النظام السابق بنفس الأحزاب التي كانت تشيت وتطبل وتطبق سياسة الصندويج هل ها بهذه الأحزاب وبهذه الوجوه القديمة نبني جزائر جديدة التي يستشرف بها الجزائريون ورئيس الجمهورية سي عبد مجد تبون شو سي عمار اليوم عندنا والبنقراطية أيضا لا تزال تعشعش يعني اليوم عندنا حوالي سبعين حزب إذا خلينا الفرصة لكل الأحزاب ولكن للأسف لا هني جاي اليوم تريد يعني الإدارة أو الجهات الرسمية تدخل في العمل السياسي وتقصي الشعب خليه الشعب الجزائري هو اللي يختار بنفس الشروط ناس تقدم القوائم تاحها تقدم السلعة تاحها أنا لما نقدم قائمة فيها كفاءات فيها نزاهات ممكن ما تتوفرش في حزب واحد آخر والعجس صحيح هنا اليوم الشعب الجزائري لما ترجع له الإرادة لما يرجع يمارس الحق انتاعه في أداء الواجب انتاعه الانتخاب انتاعه لما يبدأ يختار هذه البداية بنعود ونصلحوا الأمور لما يكون التنافس على البرامج التنافس على الأشخاص النزهاء على الشباب على النساء هنا بدينا مرحلة جديدة إذا خلينا الوضع على حاله ربعة بالمئة هذه يا خين دارت في وقت الفساد في وقت التزوير في وقت كيف نخليه ربعة بالمئة إذن لابد أننا نغير هذه الأسلوب الأسلوب هذه الشروط التعجيزية هذه المفاضلة هذا يعني الطابقة السياسية التي فبركت يعني مدنة عشرين سنة وسوقت للشعب الجزائري رغم أنفو قال هذه هي الأحزاب هذه هي اللي يجب لكم كنتم ضمن هذه الأحزاب سي كامل بن سالم كنتم ضمن هذه الأحزاب التي فبركت نعم ما أولا كنتم أغلب نعم ما أولا ولكن كنتم مساندين للعهدى الخامس سي كامل بن سالم كيف تقول اليوم ما كنتم في الحكومة مع أننا أولاد ما كان عنا أغلبية في البرنامان مع أننا بعض رؤساء البلديات في الجزائري وبالرغم من ذلك كنتم تساندون للعهدى الخامسة نعم شوف شوف كنتم تساندون للعهدى الخامسة أم لا شوف ساندتموها لا لا خليني نهدر لك فضل اليوم هذه الحقبة عشناها بكل السلبيات والإيجابيات نعم نعم نحنا كان مغلوب على أمرنا كانوا ناس تحكم ولكن حزب سياسي من المفروض أنكم تكون عدكم مبدأت تكون عدكم قرارات نحنا كنا مقسمين نحنا شوف شوف هذا الوقت اللي رأك تحكي كان عنا مشاكل داخلية خطيرة نعم الحزب كان رح يتحل كنا علينا ضغوطات كنا مهماشين كان تدخل تدخل جهات رسمية في العمل الداخلي نعم تعالي الحزب يعني مدة من 2009 وحنا نعانيه حتى ل2017 بقدرنا نديره المؤتمر تعانيه نعم إذن هذه فترة انتع ظلم تحتهميش انتع تسلط جهات معينة على العمل السياسي وعلى كل الأشياء في البلاد اليوم نابد أننا نصدلح احنا كان عنا نوزهة وشرفة جينا أنا كنت أصغر رؤساء الأحزاب في الجزائر في سنة 2007 وكان عنا طموح وكان عنا نظرة استشرافية مستقبلية على أننا نساهم وكل هذه الأحزاب كانت حاضرة في يعني اللحظات سعيبة اللي مرت بها الجزائر وكانت واقفة مع الجزائر أحزاب وطنية برهنت لحبها الجزائر وقفت لحظات سعيبة مع الجزائر هذا هو الشي اللي تختخر فيه هذه الأحزاب أما الأشياء هذه اللي يعني اليوم صبحت وكأنه إتيكات احنا ما كنا نصيره كنا بالعكس كنا ضحية انتع عشرين سنة والحمد لله اليوم لما رجعنا العمل على أنه اليوم ندخل في مرحلة جديدة بقوانين اللي تسهل اللي تفتح للشباب اللي تعطي متنفس اللي تعاود اليوم النسبة في الحضير نسبة عن المشاركة في الانتخابات اليوم طلاق سببها من هذا الطلاق اللي تشوف المشاركة في الانتخابات يعني كل هذا الفساد السياسي والاجتماعي والانتخابي كان فساد حتى الشعب كان متواطئ بطريقة أو بأخرى حتى الشعب لماذا؟ لأنه خلى الأماكن الشاغرة أو الكراسي الشاغرة بارك الله خلى فرصة للتزوير خلى فرصة لدخول أيضا المال الفاسد أيضا كان هناك أشخاص في دولة بالحكم يعني رجال أعمال في دولة بالحكم بمثابة صناع قرار بالفعل شكارة تتبدل الموازين ما زالوا حتى اليوم حتى اليوم يعني كان في شكارة الآن شوف حتى اليوم حتى اليوم لو ما نصلحش هذه القوانين نعم وإحنا في تعديل يعني عندنا اقتراحات مهمة تخص هذا الموضوع هناك ناس ما زالت عندها يعني رغبة كبيرة وطموحة كبيرة على أنها ترجع بالشكارة حتى اليوم من تقصد من هؤلاء الذين يريدون العودة وعلى التراب الوطني أصحاب الأموال أصحاب الأموال أصحاب الأموال بصفة عاملة وهل سيتخبون وراء غطاء حزبي أم رح يترشح بقوائم حرة تسببهم في كل الميادين يعني في أحزاب في غير الأحزاب إذا ما كانتش يعني إرادة سياسية حقيقية والأحزاب هي اللي تلعب هذا الدور وتتنافس على القوائم اللي يقبلها الشعب ويزكيها الشعب واللي تخدم الشعب إذا أبقينا في هذه الممارسات وربعة بالمئة ومناصفة ما بين النساء رح نتكلم على مشكلة مناصفة بين النساء على حساب طرف نعم إذن كل هذه الأشياء أنا نظن أنه رح تأخذ بها على احتبار وتصحح اليوم رئيس الجمهورية كلف ناس بالمسودة اليوم إحنا رحنا نخاطب في رئيس الجمهورية يا سيد رئيس الجمهورية هاي الألغام التي وضعت في هذه المسودة لابد أن تتدخل من أجل رفع هذه الألغام لأنه أنت نعرفوك بالإرادة تعك صادقة لما زكيك الشعب تريد أن تنقل الجزائر إلى مرحلة جديدة إلى جزائر جديدة يعني يفرح بها كل الجزائرين الجزائريات جزائر بدون تهميش بدون أقصى مبدأ تكافل فرص عدلة اجتماعية تنمية للجميع دليل على ذلك اهتمامه ببناتق الضل يعني لابد أنه في إرادة سياسية كل هذه الناس اللي تحاول تأثر أنا شدت يعني تدخلات قال تمييع العملية الانتخابية وكأنه شعب الجزائري اختار طبقة سياسية وانتهى وخلاص قال انتوما اللي تقودوا الجزائر وهذا غلط كبير كيف تمييع يعني لما جزائريين نفتح لهم المجال لما أحزاب اللي ترشح شباب اللي رو طامح بيترشح ونفس حول المجال يعني هذا صبح تمييع وكأنه هذو اللي رح يترشحوا يعني جزائريين من الطبقة الثانية وهذا شعب الله المختار لابد أنه هذو نديروا لهم يعني نسبة به نقصيوهم ماذا تقصد بشعب الله المختار هذو الأحزاب من تقصد الأحزاب السياسية من تقصد الأحزاب السياسية نفس الطبقة السياسية من هم أذكر أسماء من فضلك أستاذ بن سالم بس فر معروفة بس نكونوا يعني كارين معروفة من تقصد الأحزاب الأرندي تقصد الأفلان تقصد الأرندي سي عمار أنا أنا من يش جاي هنا معني عني عني عندي مشكلة معها أنا الطبق السياسي اللي دات الأغلبية ما عرفه مش الأفلان وليا نرى حماس تقصد كل شوف في المعارضة وفي المولاد ليراهم يدعاوا على أنهم عندهم الأغلبية وخلاص ومتهمهم ولكن لماذا دائما نديروا المشكل أنه حماس الأفلان الأرندي هم سبب الإشكال وسبب المشكلة التي تمر بها سيدة الجزائر وكأن الأحزاب أخرى غير معنية نحن أهدرنا يخل حراك في 22 22 الملايين الجزائريين يعني ذكروا هذه الأحزاب يعني بالأسمع نعم أنا كانت في الواجهة سي بن سالم فقط ولكن هناك أيضا بعض الأحزاب اللي يستسمى بالأحزاب المجالية أيضا كانت تشيت وكانت تطبل وكانت حتى المجتمع المدني أنا على من الطبل طبل في فاق هذه تحكم تحيب وتفليقة هذه الناس هذه الناس حكمت واسفادت ودات شكارة وفسدت واليوم راهي أمام المحاكم أمام يعني والشعب الجزائري تكلم عليها والخاص والعام وبالدليل ويعني قيادة كبيرة بسؤولين وزارة نعم حنا كنا في البلدية ولا رئيس بلدية دينا عدة رؤسة بلديات كنا على مستوى المجال الشعبية الولائية كنا في البرلمان ولا منتخب واحد تحزب التجديل الجزائر توبع قضائيا كان عنا في غردايا لمارديمار كان عنا في ميلة أنا أطيك مثال بلينقدموا الكفاءات اللي نفتخروا بها كان عنا في ميلة لمارديمار كان عنا في المدية لمارديمار كان عنا في وهرن لمارديمار يعني يعني لدوايا تعني رؤسة واللي يحترفوا بهم الولاية واللي يحترفوا بهم الشعب واللي يقدموا خدمة للشعب وكانوا من أحسر رؤسة البلدية هذه عينة على أنه الأحساب هذه تقدر تقدم كفاءات تقدر تساهم في البناء تقدر تقرب تكون قريبة من المواطن تخدم المواطن التنوع هذا هو اللي رح يخلق المواطن اللي رح يخلق التنافس والتداول على السلطة حابوا يغلقوا يغلقوا اللعب ويخليوا نفس الطبقة يبنيوا ربعة بالمئة اللي كانت كل الناس تقول على أنه الانتخابات ما كانت صحيحة وكانت مزورة على أي أساس ما دولي على باطل فهو باطل نعم هذه الأحزاب اليوم التي يسمونها بالأحزاب الفتية أو الأحزاب المجهرية ماذا ستقدم الجزائر الجديدة يا أخي هذه مغالطة إذا كانت الأخ يعني السلطة صنعت طبق السياسية أعطتها كل الإمكانيات الإدارة رافقتها إمكانية الدولة تسليط الأضواء يعني تسويق صورة للشعب الجزائري على أنه وهذا الأحزاب الكبيرة المهمة وأصد إذن 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 مكاش أحزاب صغيرة أنا قلتها ونعودها عمري ولا آمنت على أنه في ظل هذه كل ما جاء في السابق مكاش أحزاب صغيرة أحزاب كبيرة أحزاب كبيرة أحبت تقول هذه الأحزاب الكبيرة التي تدعي بأنها كبيرة كانت أحزاب مفبركة منفوخة أحزاب منفوخة نعم اليوم كيف يمكن رد الاعتبار لكل هذه الأحزاب بالنسبة للمواطن الجزائري هل اليوم الأحزاب هذه تنتظر السلطة لرد اعتبارها أم يجب أن هذه الأحزاب هي التي تصنع نفسها لا يجب أن هذه الأحزاب نحن نقوله فقط كل قوانين ساوي ما بين الجميع اليوم شوف أحزاب اليوم عندها ألاف الملايير عندها مقارات على مستوى الوطن عندها كل الإمكانيات عندها رجال أعمالي سندوها على مستوى 48 أرباب المال شوف أنا نقولك بعض الأحزاب اللي أدات الاحتماد تعها في 2012 ورح جمعة التوقيعات وقدر تجمع التوقيعات احنا رأنا في الميدان نعفو كل الحقائق نعم طبع جمعة التوقيعات بفضل رجال الأعمال بفضل أرباب المال لأنه شراءوا هذه التوقيعات بالأموال اليوم يقولوا احنا ما عندنا مشكلة احنا عندنا قواعد عندهم قواعد بالأموال بشراء الضمم احنا بدون تجريح إذن اليوم لابد أن نصحح كل هذه الأشياء أشياء كانت خاطئة وكانت تسوق للشعب الجزائري صورة خاطئة أحزاب صغيرة كيف أسعى أحزاب مجهرية لما حزب يكون مثل على مساواة البلديات على مساواة مشلش شعب الولائي عندهم ممثلين في البرنامات واضح سيكامل بنسلم إذن تريدون إلغاء هذه المادات نعطي مثال فقط نعطي مثال على أكبر ديمقراطية في العالم في الولايات المتحدة كي نزوج أحزاب الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وكان حزب صاحب الأقلية البرلمانية لما في الانتخابات الماضية لما ترامب خرج باختصار كان صاحب الأقلية هو اللي صوته رجح كل وسائل الإعلام كان تنقل تصريحات هذا الحزب صاحب الأقلية كان الآراء انتاعه تناقلتها كل وسائل الإعلام لأنه هذا الصاحب الأقلية لما تكون ديمقراطية حقيقية وشفافية في يوم الأيام ممكن جد لما تكون ديمقراطية وشفافية حقيقية يصبح هو صاحب الأقلية نعم وليست أحزاب سجل تجاري سيد كمال بن سالم لطبعا بيع رؤوس القواعد سجل تجاري هذا سوء قتله نعم يعني كانت عملية ممنهجة من أجل ضرب الطبق السياسي نعم سنعود إلى هذه النقطة سي كمال بن سالم ونا ما نختلش نعاك على أنه فيه رداء في الأحزاب عودة إليكم مشاهدين الفاضل نرحب بكل من التحق بين اللحظة عبر قناة الحياة الجزائرية متواصلون مع عظيفي اللي راح حضر معنا الأستاذ طبعا كمال بن سالم إن فعلت في الجزء الأول صاحبه شوية ركبه شوية لا 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 فقط ردت فعل طبيعية جدا طبيعية نعم رئيس حزب التجديد الجزائري مرحبا بك من جديد كنت تكلمنا على طبعا هذه الأحزاب التي يسمونها بالأحزاب الفاتية أو المجهرية وبستجر التجاري كنت تشرح في القضية تفضل شوفنا نطيك حقيقة ممكن ما يعرفوهاش ربعة بالمئة راهي تمس كل الأحزاب نعم ولكن لماذا تصدق كل الأحزاب ركنا نوضح لك نقطة مهمة يعني لأنه إعلاميا راي يسوق على أنه ربعة بالمئة تخص الأحزاب الفاتية ولو إحنا حزب عريق تسعة وثمانين من ثلاث أول ثلاث أحزاب الأول اللي دينا الاحتماد تعنا ماشي صحيح وكين مجموعة كبيرة اللي يقديمة وتمسها ربعة بالمئة كينزوج أحزاب فقط اللي عندهم ربعة بالمئة مئة بالمئة وحتى الآن دي ما عندهش مئة بالمئة كين ربما ولاية أو إذا لأنه هذه ربعة بالمئة رح تكون على مستوى الولايات كين اللي عنده تغطيانتها عشر ولايات كين اللي عنده 16 ولاية كين اللي عنده 40 ولاية إذن تمس كل الأحزاب ولكن بعض الأحزاب لما تظهر أمام وسائل الإعلام تبين على أنها في راحة من أمرها وعندها ربعة بالمئة وماء ما وقادرة به تجمع يعني قاولها عشر ولايات أو عشرين ولاية ما عندهاش فيها ربعة بالمئة فتحاول أنها تظهر بمظهر قوي أمام الرأي العام ولكن الحقيقة على أنه ربعة بالمئة هذه تمس كل الأحزاب فقط النسب يعني تختلف من حزب إلى آخر نحن كنا في مجموعة كبيرة من الولايات اللي كانت عنا فيها ربعة بالمئة ولكن مع مرور استحقاقات تراجعنا لماذا؟ لأنه إضافة إلى يعني صعوبة العملية لما تجمع التوقيعات تجمع العدد المطلوب لما تروح يعني في الغربال يعني التالي يعني في الفحص تعليسينياتي يقصيوك نحن مثلا في بعض الولايات في الانتخابات الشريعية الماضية وين القوامتنا جمعت زوج مرات العدد المطلوب زوج مرات العدد المطلوب وأقصيت نعم نعم تكلمنا إذن حبيت نقول على أنه ماشي المشكلة فقط في الجمع يعني مبدائيا تكون مرفوضة لأنه هي النية انتاحة على أنه تقصى هذه الأحزاب وضعت لإقصاء هذه الأحزاب باقي يخليه طابقة سياسية معينة لتخدم مشروع معينة لتخدم جهات معينة نعم تكلمنا كثيرا عن نقطة سي كامل بن سالم كيف تعليقون اليوم على تصريح رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات سي محمد شرفي؟ لا هو تصريح إيجابي ولكن لابد أن يفعل لابد أننا نشوف الأثر التاع وفي المسودة نعم ولكن قال لك 4% لا يمكن أنها تروح لازم باقي نعم تعمل تصريح 4% قال لك محمد شرفي آه عند بل الوزير الأول لا محمد شرفي إذا كان يقول أن المادة تلغى إحنا رئيس الجمهورية واللي يخذ القرار قالت لا تلغى لا تلغى لا تلغى لا تلغى قصدي لا تلغى من أجل حد من تمياء سياسي شوف هذا شوف رئيس الجمهورية واللي يخذ القرار بإشراك الأحزاب نعم وجهنهم من المسودة الأغلبية ساحقة على الأحزاب مازال ما رجعتش يعني غدوية هي إخلاص الأجل ومن المفروض ترجع لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية هل هناك من يأخذ القرار في بلاس رئيس الجمهورية اليوم يعني هذا شيء محبط إذا كان يعني أتخذ القرار على أنه ربع بالمئة إذن علىه بحثونا وعلى بحثونا المسودة لا نقدمش بيوم نصدر حكم سيكا أبو سالم حتى نشوفه يعني السياغة لا أنا نتكلم على أنه رئيس الجمهورية هو صاحب القرار أكيد رح يطلع لها رئيس الجمهورية على هذه القرارين إذن علىها تشويش على هذه المسودة ومحاولة التدخل من أجل إبقاء الوضع على حاله أنا ترى بأنه هذه المادة وضعت فقط من أجل تحريك المشهد السياسي لا لأنه في الأيام السابقة كيف يرقب حتى إحنا يعني شبه متأكدين نعم هل المادة شبه متأكدين على أنه على أنه هذه المادة ستلغى إذا ما تلغاتش المادة فيعني راح نبقى في نفس الوضعية وراح يكون إحباط كبير لدى الطبقة السياسية وربما حتى نسبة المشاركة لماذا تفسرون بقى هذه المادة لو بقيت في القانون في السياغة النهائية لهذا القانون الانتخابات العضوي لتنظيم الانتخابات أنا بالنسبة لي العنوان الكبير عن المشروع القانون هو ربعة بالمئة نعم هل في مواد أخرى أيضا اقترحت طبعا حزب حركة تجديد تغييرها نعم بعض الأمور التي كانت مارسناها في الميدان وربما كان يجمع كل الأحزاب السياسية لها مثلا المناصفة عن المرأة نعم المناصفة بين الرجال والنساء يلا تفضل يعني كان احنا التجربة كانت في عدة استحقاقات وأثبتت الفشل التيحها وأثبتت على أنها كيف أثبتت الفشل لما كانت 30% لما كانت 30% كيف أثبتت الفشل السيبن سار أولا المرأة لابد أنه بالإرادة التيحها تكون متواجدة في الأحزاب تكون مناظلة تكون قيادية في الحزب على أنها تنخرط في الأحزاب كما اليوم برهنت في باقي القطاعات متواجدة في التعليم ومتواجدة في الصحة اليوم تبرهن أيضا في المجال السياسي نابد أنها تبرهن بالكافة أنتاحها وتنافس الآخر تاحها الراجل وتكون يعني وهذا ما تطلب به تطالب به المرأة تكون عندها مستوى تكون كذا باه تكون يعني تكون نفس المستوى مع الراجل باه اليوم يعني شفنا التجربة التي نعيدها ببرنامان الحفافات لماذا؟ لأنه كل الأحزاب الإجماع وبرنامان فاسد 30% غير متوفرة في الأحزاب فلجأت الأحزاب في يعني الدقائل الآخرة إلى وقت اليوم 50% بركات خليونا من الكوطة خليونا الناس أعطيوا لها رغبة ولكن على تغرب أن المنصف بين الرجال والنساء هنا وضعت حد للكوطة نظام الكوطة سيبوا انتهى ولكن اليوم النساء يطالبنا بعض الأحزاب السياسية أيضا تطالب بالكوطة قالك هذه ما تخرجناش قالك هذا إقصاء مباشر للنساء لا شوف أنا عندي حل بسيط الأحزاب عمرها ولا تقصيل أنا قلت لك في 2007 عدرت أمانة وطنية مكلفة بالمرأة ما كانش القانون هذا يكزيستي قاع نعم وكانت الهياكل على مستوى الولاوة والبلديات حتى في الهيكلة نفرضه مثلا مكتب بلدي فيها تسعة أعضاء نفرضه على الأقل ثلاث أعضاء يكونوا ضمن المكتب التنفيذي هذا يعني قبل ما يكون القانون نعم فعنا بالإضافة بالموازات كان أمانة وطنية مكلفة بشؤون المرأة وتستقطب المرأة اليوم أنا نعطيك الحل أنت عن نسبة حل بسيط جدا خلي الحرية للأحزاب اليوم الأحزاب لما تروح توضع القوائم تاحها كل الأحزاب وأنا لاحظت هذا كل قوائم تاحل الأحزاب متوفرة على نساء لماذا؟ أمر بسيط لأنه الحزب يعرف وش صاري في الميدان يعني أكبر عدد أنت على الجزائري اللي يخرجوا ينتخبوهم نساء فأنت مضطر على أن القائمة تاحك تتضمن مجموعة كبيرة من النساء واليوم الأحزاب ستتنافس من أجل استقطاب النساء ونظن أنه ستفوت هذه النسبة ولكن لما توضعها بشرط يعني نعم سي كامل بن سالم بشو كونه كلاري نات وكنوا واضحين حتى مشاهدين كونوا واضحين معهم هل المناصفة بين الرجال والنساء هو إقصاء للمرأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ هل المواطن الجزائر اليوم سينتخب على هذه المرأة؟ بالفعل الكثير من النساء متخوفون هذا وشبتك لا بد أن المرأة هي التي تثبت الجدارة تقدر المرأة تكون طبيبة تنخارط في الحزم تقدر تكون معلمة تنخارط في حزم تقدر تكون ماكثة في البيت وتنخارط في الحزم يعني شيء عادي جدا أنه خمسة نعم شكرا نعود نولي إلى نقطة أخرى سي كامل بن سالم بنسبة القائمة المفتوحة النسبية هل هذه القائمة أو هذه الاقتراح كيف يرى حزب التجديد الجزائري؟ نعم هو شيء إيجابي أولا سنقضيه على شراء يعني رؤوس القوائم سننخلي الاختيار للشعب يعني عندك مثلا قائمة تكونة من 10 أعضاء و15 نعوذ بالنسبة للبرلمان فممكن ممكن في ولاية أو دائرة انتخابية معينة ممكن الشعب يختاروا اللي يكون في ذلك الترتيب يعني هذا رأنا رجعنا الاختيار للشعب ولكن عمله في حذ ذاته كالتجربة جديدة فيها فيها عنا فيها ملاحظات يعني صعيبة صعيبة أولا هل يستطيع تطبيقها في أرض الواقع؟ في أرض الواقع صعيبة كيف قال؟ أولا أولا في الاختيار لما الناخ يجي يختار مثلا الورقان تحزب البيلتان تحزب التجديد الجزائري عندو 13 لما يدخل شيخ أو عجوزة أو أمي بها يختار يعني صعيبة جدا صعب جدا بس شعرف لما يختار ويكون شيء شوف في الفرز عملية مضنية وربما تستغرق أيام إلا ما أقول الأسبوع يعني كل واحد من هذه القوامة على مستوى كل القوامة تعلق الأحزاب لازم تحسب يعني عدد الأصوات انتاعه ثم تحسب النسب ولا يعني كل العملية عملية معقدة جدا هذه بالنسبة للقائمة المفتوحة النسبية نستطيع القول أن تقدر تنجح في الولايات المتحدة الأمريكية أو التصويت الإلكتروني أو التصويت الإلكتروني وإحنا نطالب أننا نروح في أقرب ورقل التصويت الإلكتروني لماذا لأنه عندنا نسبة الأمية مرتفعة ومن يقوم بعملية التصويت كما نشوفه في هذه الصور كلهم أكبر ومن سنة وخاصة في المناطق الداخلية بالفعل ونقدر نقول حسب الملاحظين أن الناس التي لا تقرأ تتصويت بالفعل نشوف أيضا الشيء المؤسف جدا أن بعض الولايات ونطالب من هذا المنبر أن الولايات التي قامت بعملية التصويت لماذا لا يشوفون فيها كين الولايات يعني يرحوا هم الأولين لانتخابات منذ السادسة صباحا سبحان الله ولكن لما تروح من المشاريع التنموية تلقاهم مهمسين لأقصى درجة فالانتخابات تحتاجوهم ومروا الانتخابات سبوا الفعل يجب أيضا إعادة النظر في هذه المشكلة لابد ربما المبادرة نتاع رئيس الجمهورية هذه مناطق الظل ربما هذه المبادرة نشجعوها يعني ونتروح الأقصى يعني القرى والمداشر اللي ما يروح لها ولا مسؤول ولا على الأقل ضرورية الحياة تكون متوفرة طريق الغاز الكهرباء المدرسة المستوصف يعني الأشياء الضرورية هذه عندها عدة فوائد وخاصة فائدة اقتصادية مهمة احنا كل الدول اللي متقدمة اقتصاديا يعني تهتم بالأرياف والاكتفاء الذاتي انتاحها في الحليب في الخضار في الفواكه في الحسل في كل الأشياء الضرورية تأتي من هذه المناطق نعم إلا في الجزائر لا يهتموا بهذا الشيء لا يبنى شعلا كمال بن سالم وكأن الجزائر تقتصر فقط على العاصمة ومجورها من المدن بالنسبة اليوم للمترشحين واللدس اللي حب الترشح سواء في الحزاب السياسية أو القوائم الحراء كيف يمكن استعادة الثقة بينهم وبين هؤلاء المواطنين كيف يمكن استمالتهم اليوم كيف يمكن اليوم إعادة كشيقوله استقطاب الشباب والمواطن للذهاب إلى صلاديق الاقتراع واختيار الرجل المناسب اللي مثله في مختلف المنابر والله غير عملية سهلة جدا جدا كيف ذلك كيف سهل في ظاهرها تبدو سهلا ولكن في باطنها صعبة جدا لما يجي رئيس جمهورية لما يكون الخطاب صادق لما تكون إرادة سياسية حقيقية لما تكلمنا اليوم تكلمنا أنه لابد أننا نخلي الحرية للناس لابد أننا هذه العملية الانتخابية نشعر وكأنها واجب وطني اختيار المسؤول لازم الناس لأنه بكري عليا كانت الناس في البلدية تختار شخص ويخرج لهم شخص وشخص فاسد وشخص متعجف التصوير كان يعني بلغ ذروته لما اليوم تكون العملية شفافة ونازيهة ويكون التنافس شريف ونختاره الأحزن الشعب الجزائري هذا ذاكي يعرف على مستوى البلدية ومستوى الولاية لما تقدم له قوائم بيرمشة عين في زوجت خائق يشوف يختار والاختيار نتعه يكون ناجح مية بالمية لما تكون الإرادة هذه يعني مجسدة وكاينة الناس كيشوفوا باللي كاينة شفافية نتعى الانتخابات صدقني أنهم يعني طوابير تكون كل الناس تشارك لأنه هذه عملية تهم المواطن لما رئيس البلدية يجي وينجح ويخدم المواطنين ويخرج ليهم ويخدم الشباب ويقسم الميزانية بالعدل ويكون متواضع يكون محبوب رئيس البلدية العملية برماتها ولي محبوبة ولكن للأسف سيب إنسان والأمور التي تتحدث عنها غير موجودة في الواقع نحن دائما نديروا اللوم في السلطة السلطة دارت السلطة زورت السلطة خدمت حتى المنتخبين هذو اللي انتخبهم الشعب يعني قالوا حسبني للقيتني ولي هذا ما اللي يفوطي وعليه ما يحفوش نبدأ حتى العنوان قلنا فرصة الجزء ما هو مستقبل الأحزاب السياسية على ضاء المسودة المطروحة عليهم للنقاش ننتظر المسودة النهائية المشروع النهائي احنا هذك طبعا رح يرسمنا طريق رح يعطينا الأمل أو يكسر هذا الأمل النهائية نعم سيكمال بن سالم تشوف انت بلي أنه هذه المسودة والمقترحات التي تقدمها الأحزاب السياسية ان شاء الله غدا آخر أجل هل ستكون كافية لتشفيف منابع الفساد والمال الفاسد الضغر كافية شوف رغم القوانين اللي اندارت مشجعة ومهمة ونثمنوها نعم لأنه أنا يعني تجربتي في الميدان اليوم هذه العملية ما تقدش تحاصر المال الفسد كيف تلك مثال اليوم كاي الناس الحملة الانتخابية انتح منطلقت منذ عدة شهور على مستوى اللي رامي يطمحوا بها يكونوا أساب بلدية اللي يطمحوا بها يكونوا أعضاء في البرلمان أصحاب المال الحد الآن يعني بدأوا بشي رأى الضمم يديروا في الوالمات ما لا تخصوص بشي رأى الضمم بشي رأى الضمم بشي رأى الضمم بدأوا دجاي ما زالت الحكاية كما كانت شوف الله والله جاتني أخبار مؤكدة من بلديات معروفة من ولاية معروفة هذا أصحاب الأموال الآن يديروا في العرضات يوكلوا في الناس يشعروا لهم يطيعوا لهم ويحضروا في الانتخاب إذن كيف تحاصر المال الفسد هذا المال الفاسد لا بد أننا كلنا نتجند لا بد أننا نغير الذهنيات حتى جزء من المواطن راهوا من خارط للأسف الشديد وربما لو ما يكونش على المواطن ربما بطال ربما واحد يتعاطى المخدرات يستنى هذه الألف أو ألفين دينار مننا ويعمل كل جهده بها يعاون هذا صاحب المال إذن وإن كبار الأحزاب السياسي الآن تلجأ إلى شراء الأدوية والصاروخ كما يسموه هل الفعل الموجود هذا الشيء؟ هناك تصريح لبعض الأحزاب السياسية قال لك أنه حدثت هذه لا نسمعوا كما تسمعوا هل شاهدتم حادثة مثل هذه لا شك ولكن أنا أني قلت لك الأشياء الناس رأي تدير في الزلدين ويوم الانتخاب ويوم الانتخاب حدث ولا حرج الناس تخرج يعني إلى تشري في الآخر حزب التجديد سيلجأ لشراء الكتين والصاروخ من أجل شراء الشباب اللي قدر يقوله يا ربي لا قدر يمول يعني يدير الله في شاشة عورة ومن لحزب التجديد لا قدر يدير الله في شاشة عورة وهايل ولكن نحن هنا مبدائيا نحن مبدائيا نحن مبدائيا هذا الأمور نرفضها وما تتناسبش معنا كيف تقيمه حزب السياسية التي تشتري المهلوسات للشباب من أجل أنه ترويج من برامجه من الانتخاب هذه الأشياء صحيحة هذه خطيرة يعني يعني اليوم صبحت لا كانت يعني صحيحة أنا سمحت عليها أنا قلت لك قضية شراء الذمم موجودة يشريوا للناس يعني يرشيهم بكل الوسائل موجودة أما إذا كانت هذه هذه رح تكون خطيرة وخطيرة جدا جدا على مستقبل البلاد قاعة ما شاء المستقبل السياسي كيف يعلق اليوم سيكمال بن سالم أو حزب التجديد الجزائري على المستوى التعليمي بالنسبة للبرلمانين قالوك ثلث يعني يكونوا عندهم شهادة جامعية لا أشوف هذه هل تختم الحزب لا مش احنا قبل قبل ما يكون القانون يعني ما يشي في الحزب انتعنا بكل صراحة لما تروح للقاوام الانتخابيات تصيب فيها يعني شباب جامعين وكذا ولكن أنا نقول نقول أنه العمل السياسي هذا يجيب الإرادة إذا جامعين ما عندوش رغبة بها ما قدرناش نقنعوه بها ينخرط في العمل السياسي ونديله نسبة ثاني هذه عملية ولونية همليحة ولكن عملية خاطئة لابد أننا نخلي الأحزاب هي اللي تستقطب هي اللي تستقطب كل هذه واليوم نسبة الثلث موجودة متوفرة في كل الأحزاب يعني لا مشكلة مع المستوى لا مشكلة يلا جميل جدا والأجمل أنك حاضر معنا اليوم طبعا ضيفي للك حاضر معنا سي كمال بن سالم كلمة وجهها اليوم للمواطن الجزائري وأيضا إلى رئيس سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى لجنة العربة أيضا وقبل ذلك خليني نشوف المقترحة اللي قدمها حزب التجديد الجزائري ما هي أهم الاقتراحات التي ستقدمونها مساء اليوم أو غدا نحن نشوف أهم الملاحظات هي أولا ربعة بالمئة تناسف ما بين المناسفة قضية نحن شفنا شيء يعني غير معقول يعني ترشح للصينة يطلب شرط على أنه يكون أكمل العهدة هذا غير مقبول يعني كيف واحد منتخب تقول له ما ترشحش للصينة اللي زكاة الشعب تستمع حتى تنتهي العهدة هذه ثاني معناه فيها نوايا مبيتة على أنه نختار ناس معينين يعني قضية تمويل الحملة الانتخابية نتعى الشباب نشجعها فيها بعض السلبيات رئيس الجمهورية ينتعى حسنا أنا نفاهم ولكن احنا نعاودون ننبهوه الأشياء كيف يعني أنها تشجع العمل الحزبي يعني العمل الحزبي لأنه منظم عنده هياكل ورح يأطر شباب وشابات ويكونهم ويكونوا مناظلين لعشرة سنين لما تقول نمول حملة الانتخابية نتعى للقوائم الحرة وما ننمولش نتعى المتحزبين أولا هذا هذا معناها يعني تمييز يعني مرفوض دستوريا ثانيا هذا الصاحب القائمة الحرة اليوم يجي يترشح وقد ويغيب ولكن الأحزاب هي اللي تبقى يلي تكون الإطارات يلي وهذا يعني ولو ما ربما موش مقصود راح يعني بعت برسالة على أنه للشاباب ما تروحوش ترشحوا في الأحزاب ترشحوا قوائم الحرة نمولكم سيبها لابين تروحوا للأحزاب يعني هذه يعني مادة خطيرة لا بد أن تحذف لا بد أن تساوي ما بين أكثر من ذلك نعم تفضل فيه اختراح آخر لأقلت لك الصيناء بالنسبة للعاتبة أنت عن تح 5% لما يوم الانتخاب بعد صدور النتائج يعني القوائم اللي ما تحصلش على نسبة 5% تقصى هذه كذلك فيها نياب ومييت لما الشعب الجزائري يختار ويعبر الأصوات تتاعه ومبعد أنت تقصي 5% من الأصوات تتاع الشعب الجزائري وتحسب ويش تحب إذن عليها تقصية ربما في 5% هذوك رأوا فيها مقاعد اختارهم الشعب إذن عليها تقصيهم نعم كذلك فيها نية مبيتة من أجل تفضيل أحزاب وإقصاء أحزاب أخرى شكرا لكسي كامل بن سال وإن شاء الله هذه الاقتراحات اللي مدها حزب التجديد وأحزاب أخرى الأفلال أرندي حماس كذلك كينا حاجة إن شاء الله تأخذ بها الاعتبار حاجة مهمة كذلك تمس شريحة كبيرة من المواطنين رأي مقصية اليوم احنا عنا 1541 بلدية على مستوى الوطن الموظفين تتعال بلدية قدر يجو ضمن من يمنعون من الانتخاب إلا بعد سنة من خروجهم من أداء الوظيفة أنا نقول مثلا الأمين العام الوالي الوزير هذا كلهم معقولة أما مستخدم أو موظف البلدية على تقسيم الترشح وراه عدد كبير مهم جدا وهذا رح يحفز ويرح يشارك يعني يساهم في يعني يطلع النسبة شكرا لكسي كمال بن سالم شكرا جزيلا أحبت تقول شيء آخر أقل من 30 ثانية الله يشوف أنا إلى كل هذا المتجه الكلامي إلى كل الناس خاصة لرهم يعني يقاوموا في هذا القانون نقول أنه لما يكون القانون إيجابي احنا لما نتكلمه لأنه جينا أصداء والله العظيم غير الجينا أصداء من الناس والله ما رأهم في الحزب الخمسة بالمئة هذه منشرة هي جيني الأحزاب فقط كل الناس كل الأشياء الشروط هذه كل الناس منشرة نعم إن شاء الله يخذوا هذه النقاط بعين الاعتبار لجنة أحمد العرابة وأيضا أنتم كأحزاب سياسية وكمترشيحي للانتخابات القادمة التشريعية والمحلية تكونوا لدى مستوى تطلع المواطن الجزائري وخدمة المواطن ليس خدمة المصالح الضيقة والمصالح الشخصية سيدي الفاضل وأيضا يجب على رؤساء الأحزاب إعادة الاعتبار لأحزابهم السياسية وإعادة الثقة بينهم وبين المواطن وبينهم وبين مناظليهم في حد ذاتهم ولا ينتظرون من السلطة أن تصنعهم بل يصنعون أنفسهم بأنفسهم شكرا لك سيكاري كمال بن سالم رئيس حزب التجديد الجزائري على قبولك الدعوة نلتقي في فرصة أخرى بإذن الله تعالى مشاهدين الأفاضل بهذا وصلنا إلى ختم هذا العدد نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع ضيف آخر وملف آخر بإذن الله تعالى خدمكم في هذا البرنامج المخرج ذوان بورحلي في الهندسة الصوتي سينتليلي خلف الكاميرا طرق جيطت ميكروفونيا عمر بن رقطة أحلى وامتع اللحظات مع باقي برامج قناة الحياة السلام عليكم شكرا لك اشتركوا في القناة